يعني ما فيش شك تاريخ كبير تاريخ كبير جدا جدا لعلولو واحد من أهم نجوم النادي الأهلي في السنوات الأخيرة والكلام على المحترفين عموما في الأهلي يطول في نجوم كتير جدا كتبوا تاريخ كبير في القلعة الحمراء لكن علولو يمكن فيه حتى مختلفة شوية علولو حبيب قلوب جماهير النادي الأهلي وإن كان طبعا ابن تونس الخضرة لكن الحقيقة تقدر تقول محترف في جينات النادي الأهلي علي معلول سيك من الكلام عن الموهبة لأنه موهبة علي معلول ما يغطيهاش أو يكفيها كلام وسبك من أرقام علي معلول التاريخية واحد من أهم اللعيبة المحترفة اللي جات للنادي الأهلي على مدار تاريخ وتقدر تحطه في مقارنة مع أهم النجوم اللي لاعبه في النادي الأهلي كمحترفين يعني على مدار التاريخ كله لكن معلول حقيقة كمان يعني لما تيجي تتكلم عنه لازم تتكلم على أنه حامل لواء الجابهة اليسرى للنادي الأهلي في واحدة من أعظم فترات ومراحل وتاريخ النادي الأهلي على مدار تاريخه هذه الجبهة أبداً ويوماً ما لم تتأثر في وجود علي معلول لعب ما نجوم كتير جداً في الجبهة دي أجاية فترة رمضان لما كان في الأهلي فترة تانية عبدالقادر فترة حسين الشحات فترة تانية أحمد عبدالقادر فترة تالتة رضا سليم فترة ربع يعني اتغير عليه نجوم كتير جداً وظلت الجبهة اليسرى الحقيقة واحدة من أكثر جبهات الأهلي الفعالة دفاعياً وهجومياً في وجود العمود الرئيسي لهذه الجبهة علي معلول نجم الحقيقة هيبقى الحقيقة للسنين طويلة جداً ما عنديه شك في قلوب وفي عقول جماهير النادي الأهلي علي معلول واحد الحقيقة من أهم الجمع النادي الأهلي في السنوات الأخيرة